اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله محمد صلى الله محمد وعجل فرادهم وعجل فرادهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين لا يخفى على المطلعين الذين اطلعوا جيدا على أصول الإسلام وعلى جهود النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في إرسائه وتثبيته والحيلولة دون انحرافه أو انحراف المسلمين عنه لا يخفى على هؤلاء المطلعين أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بذل قصار جهده في هذا السبيل وكان من أهم ما قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأرواحنا فداه أن حدد القيادة الإسلامية الشرعية من بعده ونصب لهم وليا لعهده وخليفة على أمته هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما لألا تضل الأمة بعده هذا النصب والتعيين جرى من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مواقف عدة منذ بدوي رسالة الإسلام والبعثة النبوية الشريفة منذ يوم الدار الذي جرى فيه الإنذار وذلك قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين عين النبي صلى الله عليه وآله علي أمير المؤمنين خليفة وتوج هذا في يوم الغدير الذي جرت فيه مراسم البيعة بصفقة البيعة بمصافحة علي أمير المؤمنين من قبل المسلمين والمسلمات أما المسلمون فصافحوه يدا بيد وأما المسلمات فوضعنا أيديهن في طشت كان فيه ماء وبعض تلك المواقف التي عين فيها أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من العترة الطاهرة عين خلفاء للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وولاة لأمر المسلمين بعض تلك المواقف كانت مواقف مكتوبة موثقة منها ما سبق بيانه في بعض محاضراتنا السابقة إذا كنتم تتذكرون من كتابه صلى الله عليه وآله لأهل مقناء وفيه التنصيص الصريح كما رواه الواقدي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله يقول في كتابه هذا لأهل مقناء وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله مع هذا كله كان لابد خاصة في الأيام الأخيرة من حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان لابد من تغليظ وتوكيد هذا الميثاق الذي يربط المسلمين بقيادتهم الشرعية كان لابد من تأكيد أن الخلافة النبوية حصر في علي وذريته كان لابد من حصر الإمامة في علي وذريته والتنصيص على أسماء الأئمة 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 الاثنى عشر صلوات الله عليهم في كتاب ممهور أو مختوم بخاتم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وذلك لكي لا يعتذر معتذر ولا يتحجج متحجج بشبهة أو بعدم البلاغ أو ما شاكل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لاحظ في أيام مرضه وخاصة حين رأى تلك التحركات المريبة من زمرة أهل النفاق الذين لم يمتثلوا لأمره في إنفاذ بعثة أسامة أو بعث أسامة جيش أسامة لقتال الروم هؤلاء الذين تخلفوا عن بعث أسامة أسامة بن زيد لاحظ النبي صلى الله عليه وآله بأنهم قد عادوا من حيث عسكروا وأنهم يقومون بتحركات مريبة مستغلين ظرفا كون النبي صلى الله عليه وآله طريح الفراش إحدى تحركاتهم المريبة تمثلت مثلا فيما جرى يوم استبدل من أمر النبي صلى الله عليه وآله المسلمين بأن يصلي هو بهم استبدل هذا بالطاغية الأول أبي بكر بن أبي قحافة بتخطيط وتدبير من ابنته عائشة بنت أبي بكر التي زورت الأمر النبوي وأوهمت الناس وأوهمت بلالا عليه الرحمة والرضوان أوهمته بأن النبي صلى الله عليه وآله يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس النبي النبي اكتشف ذلك لما سمع صوت تكبير أبي بكر فتحامل على نفسه وتحمل الآلام والأوجاع التي كان يعاني منها وقام بنفسه لكي يصلي بالناس مزيحا أبا بكر حتى يقطع على عذر من يعتذر قائلا إن أبا بكر أولى بالإمامة أو الخلافة لأن النبي صلى الله عليه وآله رآه الأولى بإمامة الصلاة هذه التحركات المريبة وتفاصيلها سبق وفصلناها في محاضرات عدة خاصة في سلسلة كيف زيف الإسلام التي رسمت لكم محطة تلو محطة ماذا جرى في هذه الأيام الحساسة والحرجة عليكم السلام ورحمة الله ماذا جرى في تلك الأيام الحرجة التي صاحبت رحيل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله الطاهرين النجباء من أهم ما جرى في تلك الأيام هو ما تعلمونه مما يطلق عليه رزية الخميس وإجمال تلك الرزية كما سماها بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله أراد كما قدمنا أن يكتب كتابا يؤكد ويغلظ هذا الميثاق ميثاق ما يربط بين الأمة وبين قيادتها الشرعية بعد النبي صلى الله عليه وآله يكون كتابا ممهورا بخاتمه الشريف وهذا الكتاب هو لا شك الكتاب الذي لا تضل الأمة بعده أبدا ولا شك أن فحواه أو محتواه هو التنصيص على أهل البيت لأنك إن عطفت أو إن عطفت بالنظر إلى الأحاديث التي فيها العصمة من الضلال الأبد أبدا حتى عند القوم حتى عند جمهور أهل الخلاف لا تجد وضوحا لهذا اللفظ لن تضل بعد أبدا إلا في حديث الثقلي تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا لن تضل بعد أبدا الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي أنت حين تبحث عن فحوى ذلك الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتبه أنه قال هاتوا لي أكتب لكم كتابا لن تضل بعده أبدا أو لن تضل بعد أبدا ما هو فحوى هذا الكتاب تفتش في سائر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله تبحث متى استخدم النبي صلى الله عليه وآله هذا اللفظ أو هذا التعبير ما يعصم من الضلال أبدا لا تجده إلا في حديث الثقلين بذلك الوضوح وبذلك الظهور فتقول إذن لا بد أن هذا الكتاب كان فيه التأكيد على أمري وولايتي وإمامتي أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام الطاغية الثانية عمر بن الخطاب فهم ذلك مجرد ما النبي قال هاتوا لي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد أبدا فهم عمر بن الخطاب أكثر خبرة مني ومنك في مدلولات كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه عاصره وعاش معه وفهم قوله بل لحن قوله هذا واضح لذلك أحدث هذا اللغط وتلك الجلبة والصياح والزوبع والهرج والمارج في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن بلغت به الوقاحة مبلغ أن يقول إن الرجل ليهجر يعني أصابه الهديان والخرف بعبارة أخرى عمر بن الخطاب صراحة يشكك في السلامة العقلية لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا مو في كامل قواه العقلي لا تسمعوا كلام لما رأى النبي صلى الله عليه وآله أن الأمر قد بلغ مثل هذه المفسدة أن يشك المسلمون في السلامة العقلية لنبيهم درء المفسدة أولى من جلب المصلحة أو المنفعة كان لابد هنا من أن يترك أمر هذا الكتاب بما يمثل إدانة صارخة ستتناقلها الأجيال عبر القرون لتلك الزمر التي تصدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسببت أن تضل الأمة إلى اليوم عمر بن الخطاب وحزبه والذين كانوا معه مؤيدين له في ذلك اليوم في تلك الرزية هم سبب ضلالنا هم سبب تناحرنا هم سبب المذابح التي تجري اليوم والخلافات بين المسلمين وطوائف المسلمين اليوم والضلال الذي تفشى بين المسلمين اليوم لماذا أوقف النبي صلى الله عليه وآله وخالفوه في كتابة هذا الكتاب لماذا والنبي يقول بصريح العبارة هذا الكتاب هو الذي سيبقيكم على الهدى إلى الأبد لن تضل لن تضلوا أبدا إذا كنت واثقا من كلمة نبيك صلى الله عليه وآله فإنك لا بد أن تؤمن بأن من عارضها ملعون لأنه أدى إلى إضلال وإفساد أمر هذه الأمة هذه الخلاصة نأتي بها كمقدمة لبحثنا المهم جدا هذه الليلة حول دور عدوة الله المدانة من فوق سبع سماوات عائشة الحميراء في هذه التشويهات والتحريفات لمجريات ما كان من النبي صلى الله عليه وآله في تثبيت الشرعية من بعده لعل بعضا من الجمهور لم يسمعنا من ذي قبل خاصة مع انضمام قناة صوت العترة عليهم السلام إلينا فلا بد من تذكير سريع ببعض الروايات التي تتعلق برزية يوم الخميس ومن ثم ننطلق إلى صلب الورقة البحثية لهذه الليلة إن شاء الله روى البخاري في صحيحه برقم خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعين وهذه الرواية رويها أيضا مسلم وغيره من أهل الصحاح وكتب الحديث عند الفرقة البكرية عن ابن عباس وهو يعبر بهذا التعبير قائلا رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله أي جاءه الاحتضار وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وآله هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال عمر إن النبي قد غلب عليه الوجع عبارة مخففة عن قوله من قوله إن الرجل ليهجر شوية خفف العبارة إن النبي قد غلب عليه الوجع ولاحظوا هنا البخاري له رواية أخرى في صحيحه برقم 2842 فيها هذا اللفظ فتنازع ولا ينبغي عند نبي ينتنازع فقالوا هجر رسول الله هجر ليس في هذه الرواية الثانية اسم عمر بن الخطاب يقول فقالوا هجر رسول الله ولكن تعلم بعطف هذه الرواية على سائر الروايات والأحاديث أنه ليس سوى عمر ومن كان معه لأن عمر هو قائد هذه الطائفة أو الفئة التي كانت في منزل النبي صلى الله عليه وآله الذين قالوا إن الرجل ليهجر أو هجر رسول الله أو غلب عليه الوجع أي أن يكن لأنه سيأتي في الرواية أنه انقسم من كان عند النبي صلى الله عليه وآله من أصحابه إلى حزبين أو فئتين فحزب يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا وحزب يقول ما قال عمر فإذا عمر هو الذي بدأ وتحيز هؤلاء إليه انحازوا إليه ورددوا ما كان يقول فإذا قال هؤلاء هجر رسول الله فلا شك بالأولوية القطعية أن القائل أولهم كان عمر بن الخطاب أي أن عمر قال هجر رسول الله تهى الموضو فقال عمر إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا يعني من كان حاضرا في البيت منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله كتابا لن تضلوا بعداه ومنهم من يقول ما قال عمر يكرر كلام عمر بن الخطاب فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا طردهم قال عبيد الله الراوي فكان بن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغضهم رواية أخرى هذه يرويها ابن سعد في الطبقات الكبرى في المجلد الأول الصفحة خمسمائة وسبعة عشر والحديث مرقم برقم الفين وواحد وستين ويرويها أيضا الطبراني في المعجم في المجلد الحادي عشر الصفحة ثلاثمائة واثنين وخمسين عن ابن عباس قال اشتكى النبي صلى الله عليه وآله يوم الخميس فجعل يعني ابن عباس يبكي ويقول يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه فقال اتوني بدوات وصحيفة اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا فقال بعض من كان عنده دقق فقال بعض من كان عنده ان نبي الله لا يهجر ما يصرحون باسم عمر طبعا الغزالي او الغزالي صرح قال عمر قال ان الرجل لا يهجر ومصادرنا صرحت لكن هم يحاولون اذا جابوا اسم عمر يقولون قال عمر غلب عليه الوجع اذا جابوا كلمة تدل على انهم رموا النبي بالهجر والهذيان يقولون فقال بعض من كان عنده او فقال القوم او فقال هجر رسول الله ان نبي الله لا يهجر يشيلون اسم عمر شايف شلون فقال بعض من كان عنده ان نبي الله لا يهجر قال ابن عباس فقيل له اي قيل للنبي صلى الله الله عليه وآله الا نأتيك بما طلبت يعني بعد ما حدث الصياح والمشاكل واللغط والاختلاف والتنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع قيل له الا نأتيك بما طلبت قال او بعد ماذا يعني بعد شنو بعد ما اتهمتموني اذا الآن شنو الفائدة اكتب لكم الكتاب شنو رح يسوي عمر جماعته يقولون هذا كتاب صدر من النبي حال ما كان يهجر حال هذيانه في حال التخريف ويقدرون يقنعون الناس بذلك بما صار لديهم من سلطة وبما صار لهم من نفوذ فاذا فتح هذا الباب سيفتح باب الطعن في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وفي مقدمته القرآن الحكيم هذه الآية التي جاءت في القرآن الحكيم هذه السورة التي جاءت في هذا القرآن الحكيم تلك تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتج أفرأيتم اللات والعز ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتج يقول القوم وبعضهم صحح ذلك أن هذا مما وضعه الشيطان مما أوحاه الشيطان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتوهم الرسول أن هذا من وحي الله عن طريق جبريل عليه السلام فماذا فقالها فسجد وسجد القوم وصارت وحدة إسلامية في مكة المكرمة الكل ماذا خلص انجمعنا على خير واجتمعنا على اللات والعز ومنات الثالثة الأخرى الحمد لله توحدنا مع الشيطان توحدنا مع جماعة قرش بعدين اكتشفوا أنه هذا كان شيطان وما كان صحيح وإلى آخره مهازل تفاهات فمع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكتب ذلك الكتاب حتى لا يجعل لهم مدخلا يدخلون عبره إلى التشكيك في كل ما أوحي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مع ذلك شككوه مع ذلك تلاعبوا بالقرآن الحكيم مع ذلك كان عمر بن الخطاب يصلي بالناس ويقرأ سورة الحمد آخرها هكذا يقول غير المغضوب عليهم وغير الضالين ما يقول ولا الضالين اقرأوا اقرأوا الروايات في كتب الفرقة البكرية عن عمر في هذا الشأن يعني شوف مع هذا صار اختلاف في القرآن الحكيم صار اختلاف في الفاظ القرآن الحكيم لعبوا بالقرآن لعب في مصحف عائشة كما قدمنا لكم في الليالي الرمضانية السابقة امرت احدا بان ينسخ لها المصحف وقالت لاذا بلغت هذه الآية صلاة الوسطى احسنتم حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ابلغني اذا بلغت هذه الآية فهذا ابلغها قالت لأضف اليها ماذا وصلاة العصر وقوموا لله قانتي اضف اليها صالح تقرأ كانت هذا تعتقد بانه هذه هي الآية نزلت هكذا فيها صلاة العصر يعني ما فيها صلاة العصر اننا شئة الليل هي اشد وطأ واقوم قيل انس ابن مالك كان يقرأها واصوب قيل قيل له كيف اشلو انت يقول اقوم واصوب واحد شنو الفرض يعني شوف هكذا يتلاعبون في الوحي القرآني في كلام الله عز وجل كما يشاءون فكيف لو كان النبي قد كتب ذلك الكتاب ومن ثم خرقوا ذلك الكتاب وابطلوه بدعوى ان النبي لا يهجر او ان الرجل لا يهجر وخلص ينفتح هذا باب الطعن حتى في القرآن الحكيم تصير المصيبة اعظم فعلى الاقل النبي صلى الله عليه وآله يحافظ على الثقل الاول القرآن الحكيم من ايومس والثقل الثاني قد اكد النبي صلى الله عليه وآله عليه مرارا وتكرارا في مواقف عدة وذلك باب للابتلاء خلص الامة ابتليت بالثقل الثاني بأهل البيت عليه وسلم هكذا قضى الله عز وجل وقدر كان من حكمته ان تبتل الامة بالثقل الثاني من يتبع الثقل الثاني ومن الذي يزيحه ويأخذ بنظرية عمر او بقول عمر حسبنا كتاب الله هذا كان بداية الانحراف انه لا ثقلين بعد خلص او لا ثقلين واحد كافي فلذلك لاحظوا هنا في رواية الطبقات الكبرى فقيل له ألا نأتيك بما طلبت قال أوا بعد ماذا بعد شنو بعد تريدون مني أنه أكتب لكم بعدما أهنتموني طلعوا برا أنتم أنتم مؤوا وزعيم الحملة كما تعلمون هو عمر بن الخطاب يروي أحمد بن حنبل في مسنده في المجلد الثالث الصفحة 346 والحديث مرقم برقم 14 1431 بسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون بعده قال فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها إذن عمر هو قائد الحملة زعيم الحملة ماذا في ذلك الكتاب كما قلنا عمر فهم النبي صلى الله عليه وآله يريد أن ينص كتبيا على اسم علي والأئمة من بعده من ذريته وأهل بيته الأصفياء صلى الله عليه مما يؤكد أن عمر بن الخطاب كان مدركا لهذا تمام الإدراك اعترافه بنفسه هذا سبق وقدمناه في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام ونعيده الليلة للتذكير هذا الخبر تجدونه في شرح النهج لابن أبي الحديد في المجلد الثاني عشر الصفحة واحد وعشرين وهذا الخبر أو الأثر يعلق ابن أبي الحديد بعده بهذا النص يقول ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسندا من هو هذا أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد ليس الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد لا هذا الشهير بابن طيفور أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور الذي هو أيضا صاحب كتاب بلاغات النساء هذا كان له كتاب تاريخ ضخم بعنوان تاريخ بغداد الذي وصلنا منه فقط مكتوبا على حالته الأولى الجزء السادس فقط المتعلق بأيام المأمون الأجزاء الأخرى إلى الآن لم يُعثر عليها إلى الآن ولكن المتقدمون من أعلام الفرقة البكرية نقلوا عن هذا الكتاب كثيرا وأثنوا على مؤلفه أحد الذين نقلوا عنه الطبري صاحب التاريخ المعروف التاريخ الكبير للطبري تاريخ الأمم والملوك تاريخ الطبري هو أوثق التواريخ عند الفرقة البكرية تاريخ الطبري إذا تتصفحه تجد كثيرا ما ينقل من تاريخ بغداد لابن أبي طيفور أو لابن طيفور الذهب في سير أعلام النبلاء ينقل كثيرا عن ابن طيفور كذلك الخطيب البغدادي ينقل عن ابن طيفور ويثني عليه يثني عليه بإمكانكم أن تراجعوا وتعرفوا محل هذا الرجل من الوثاقة والجلالة عند أهل الخلاف وكيف ينقلون عنه فأحد الناقلين عنه ابن أبي الحديد حتى لا يأتين أحد من المخالفين فيقولون لا حجة فيما ذكره ابن أبي الحديد هذا رجل شيعي أولا هذه مغالطة ابن أبي الحديد معتزلي وليس شيعيا ثم لاحظ معتزلي في الأصول حنفي في الفروع يعني هو يتبع المذهب الحنفي أصوله معتزلية يعني مو أشعري العقيدة المخالفون يتوزعون في الأصول على مدارس منها مدرسة المعتزلة ومنها مدرسة الأشاعر التي انشقت عن المعتزلة يعم هذه المدارس جميعا عنوان البكرية يعني هذا مذهب بكري فيه مدارس في الأصول فيه مدارس في الفروع فيه اتجاهات في الأصول فيه اتجاهات في الفروع لا أن هؤلاء صاروا من الشيعة كيف يكون شيعيا وهو يقبل أبا بكر وعمر وعثمان كيف يكون شيعيا وهو في ديباجة كتابه شرح النهج يقول الحمد لله في الثناء وفي المقدمة يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل عند الشيعة لا تجوز إمامة المفضول نعم يقول المعتزل وهؤلاء المعتزل البغداديون خاصة يقولون علي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وترى مو فقط هؤلاء جماعة من أعلام العدو من أعلام أهل الخلاف يقولون هذا القول ولكنهم مع ذلك يصححون خلافة أبي بكر يقولون أبو بكر خليفة طيب كيف خليفة وهو مفضول بالنسبة إلى الأفضل أو الفاضل وهو علي عليه السلام يقولون يقدم المفضول على الفاضل الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل فإذن هؤلاء بكريون غاية ما هنالك هم من أتباع المدرسة المعتزلية البغدادية فيرون أن علي أفضل من غيره لكن إمامة من تقدمه إمامة صحيحة منعقيدة شرع وهذا هو ملاك البكرية ملاك أن يكون امرئ بكريا أن يعتقد بأن الإمام الأول هو من أبو بكر خلص هذا كاف هل سواء اعتقد أبو بكر الأفضل أو اعتقد أنه ماذا مفضول إذا نقول أنه كل من اعتقد أن أبا بكر مفضولا بالنسبة إلى غيره فيخرج عن عنوان البكرية فتخرج عنه حتى عائشة لأن عائشة هناك حديث يروى عنها ويعزى إليها أنها تقول ثلاثة في بني الأشهل لم يكن خيرا منهم من أصحاب رسول الله صلى الله وعلي وسمتهم ذكرة أسماء يعني حتى ما ذكرت أبوها فهل تخرج يعني عائشة مبكرية لا يقول بهذا يعني رجل يفهم شيئا فهذه مغالطة لما يقولون ابن أبي الحديد معتزل شيعي مشيعي الرجل معتزل الأصول حنفي الفروع من أتبع بحنيف وعلى أي حال نحن ليس شأننا الآن في ابن أبي الحديد نحن نقول ابن أبي الحديد يقول ذكر هذا الخبر أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب تاريخ بغداد في كتابه مسندا إذن هو يحيل إلى من إلى ابن طيفور ابن طيفور بكري حتى النخاع لا يشكون في ذلك ولا يخالفونه وهو معتمد عند القوم نقل عنه الطبري والذهبي والخطيب البغدادي وأثنوا عليه وله محله وشأنه عندهم الرواية هكذا عن ابن عباس هذا الذي يرويه ابن طيفور عن ابن عباس أنه قال دخلت على عمر في أول خلافته وقد ألقي له صاع من تمر على خصفه يعني مثل خوص كانوا يصنعون مثل خوص حتى يخلون عليه تمر أو أكل أو مشاكل يقدم للشخص يعني يقول جايبي لتمر وهالشكل يأكل فدعاني إلى الأكل فأكلت تمرة واحدة وأقبل يأكل حتى أتى عليه عمر شطب على اللي أكو اللي ماكو من التمر وابن عباس خطية ما حصل إلا تمرة واحد بالعافية مو بالعافية لا على هذا ولا على ذاك ثم شرب من جر كان عنده يعني مثل جرة شرب منها ماء بعد التمر واستلقى على مرفقة له وسادة استلقى على الوسادة وطفق يحمد الله يكرر ذلك مؤمن كان كثير يحمد الله عز ثم قال من أين جئت يا عبد الله يعني يا عبد الله ابن عباس قلت من المسجد يعني من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قال كيف خلفت ابن عمك يعني شلون تركت حال ابن عمك شلون شلون دي سوي ابن عمك يقول فظننته يعني عبد الله ابن جعفر قلت خلفته يلعب مع أترابه عبد الله ابن جعفر هم صغير فيلعب مع أترابه مع من هم في عمره في مثل سنه قال لم أعني ذلك أنا ما أقصد ابن عمك عبد الله ابن جعفر إنما عنيت عظيمكم أهل البيت أنا أريد أشوف هذا عظيمكم أهل البيت شلون حاله وآن مستلم الخلافة مستلم الحكم لأنه هو الروايش يقول دخلت على عمره في أول خلافته الآن صاير ملك سلطان عرفت شلون تو الآن صاير ولي أمر المسلمين فلازم يفكر بالمعارضين من أبرز المعارضين بل أبرزهم هو عظيم أهل البيت علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما هذا شلون نتعامل وياه قال لم أعني ذلك إنما عنيت عظيمكم أهل البيت يقول قلت خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان وهو يقرأ القرآن خلفته يمتح يروح ياخذ ماء من الدلاء بالدلاء بالدلو يعني يروح ياخذ من الآبار ويمتح يسقي النخيلات لفلان وفلان وهو يقرأ القرآن أمير رؤمني عليه السلام كان جزء من أعمال هكذا يسقي ويغرس النخيل ولذلك هذا تمر المدينة المنورة فيه بركة لأنه لعله كثير منه أصوله هذا نخيل المدينة المنورة تعود إلى أمير المؤمنين عليه السلام حين غرس وسق هذه النخيلات كما كان الأنبياء صلوات الله عليهم يصنعون لما يعرض عنهم أقوامهم انت شوف تاريخ الأنبياء وسيارهم ماذا كانوا يصنعون لما الأمة ما تسمع كلامه تعرض عنه شنو يسوي يروح يشتغل يصير شاوي يصير يرعى الغنم واحد يصير زارع يزرع واحد يصير نجار واحد يصير كذا هذه الأمور لما الأمة تعرض عن القائد الشرعي قائد الشرعي يتعامل مع البيئة يتعامل أحيانا مع النباتات يتعامل مع الحيوانات لأنه هو إمام الكل إمام الكل إذا البشر لا يسمعون الكلام أقلا حيوانات ممكن يكونون من هذه الجهة أفضل من البشر يتعامل معهم يرعى الغنم نبي عظيم من الأنبياء يرعى غنما خلص يرعى غنم يرعى إبل إلى آخره أيا يكون أو يسقي يزرع يحرث الأرض وهكذا يتعامل مع النبات ويطير أولئك الحيوانات إنجاز التعبير أو ذلك النبات فرحا بأن اليد التي ترعاهم هي يد هذا النبي أو يد هذا الوصي أما البشر مشكلة البشر هذا التمرد بشر يتمرد ما يقبل بشر يتمرد حتى على الله عز وجل بعد شلون نبي من الله أو إمام من الله قال خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان وهو يقرأ القرآن أمير المؤمن عليه السلام يواضب على ذكر القرآن الحكيم قال عمر لعبد الله بن عباس يا عبد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيها يعني ترى تتحمل إذا تكتم هذا الشيء عليك بعد تذبح ذبايح بدن بدن إبل وكذا تذبح حتى ماذا حتى كأنك يعني خنتني أو حنثت أو ما شاكل عليك دماء البدن إن كتمتنيها هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة هل أكو في شيء إلى الآن في قلب علي بن أبي طالب من أمر الخلافة يريد الخلافة ما عاجب وضع الخلافة أنها صارت لأبي بكر ثم لي انتزعناها منه هو ماذا يريد عمر بن الخطاب بذلك يريد يريد يشوف تحركات علي بن أبي طالب هس صاير هو مستلم الحكم شاف أن علي بن أبي طالب مع تولي أبي بكر ما سكت أعلن الجهاد ولكن الأمة ماذا خذلته زين فبعد ذلك صار جليس الدار والآن بدأنا عهدا جديدا عمر بن الخطاب استلم وإن تلاحظ عادة المعارضين السياسيين ينتهزون فرصة تبدو الحاكم لحاكم آخر حتى يثبون الوثبة ينهضون لأنه الحكم الجديد الحاكم الجديد يصير ماذا ضعيف في بداية أمره إلى الآن ما توطدت أركان ملكه وحكمه فينتهز الفرصة فأراد أن يشوف علي بن أبي طالب ممكن يعني يقوم بتحرك سياسي أو عسكري جديد مع تولية أنا الحكم أم لا فلذلك يسأل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم علي بن أبي طالب إذن هو على تواصل معه ومن جهة أخرى رجل صاحب مال ألوغي يعني عمر بن الخطاب يشتري بالفلوس وبالمناصب مخليه بمثابة مستشار يعني الخاص أحسنتم فلذلك يجي مننا كلام يبلغ عمر ويقول له شنو يسوي علي بن أبي طالب ماذا يفعل ماذا لا يفعل بماذا يفكر بماذا يرمي مثلا عليكم السلام ورحمة الله فهذا السؤال من عمر هو سؤال سياسي يريد أن يعرف طبيعة موقف علي بن أبي طالب وتحركاته مع بداية الحكم العمري قال يا عبد الله عليك دماء البدن إنك تمتنيها هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة قلت نعم عبد الله بن عباس يقول إيه صحيح قال أَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَصَّ عَلَيْهِ قُلْتُ نعم وأزيدك سألت أبي عما يدعيه فقال صدق ابن عباس يقول أنا سألت أبي عم النبي العباس بن عبد المطلب فقال صدق علي نعم رسول الله نص عليه فقال عمر لقد كان من رسول الله في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا يقول إيه صحيح رسول الله كانت عند تلميحات إلى علي بن أبي طالب حسب ادعاء عمر تلميحات كان يلمح يعني كأن النبي لما قال من كنت مولاه فهذا علي المولاه يعني كأنه دا يلمح يعرف يعني إلى هالدرجة يحاول يضحك على نفسه ويضحك على الناس يحاول هكذا يحاول يخدع نفسه الشخص الذي لا يريد الإقرار بالحق يلجأ إلى مثل هذه الأساليب يقول لقد كان من رسول الله في أمره في أمر علي ذر من قول شيء شوية يعني من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذر يعني أكو مجال للنقاش والاجتهاد في الموضوع يعني ولقد كان يربع في أمره وقتا ما يربع في أمره هو على الأظهر بمعنى أنه يرفع من شأنه وينميه أو يكبره في عيون الناس كأن المراد هو هذا لما يقال ربع الرجل أو ربع القوم أرضهم يعني سقوها ونموها وكبروها وخلوها تزدهر يعني تنمو النباتات فيها والأشجار ومشاكل وهي هم جاية من كلمة الربيع باعتبار في فصل الربيع تبدأ النباتات بالنمو والأشجار بتورق ومشاكل فلما يقال فلان ربع في أمر فلان يعني كأنه شنو يضخم شأنه حتى الناس ماذا تأتي إليه وتتبعه كأنه هذا تفسير عمر لما قاله أحمد بن حنبل وغيره أنه لم يروى بالأحاديث الصحاح والحسان في فضائل أحد ما روي في علي بن أبي طالب عليهما السلام هو الأكثر بالاتفاق أكثر من روي في شأنه من الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله في فضائله ومناقبه علي بن أبي طالب مع أنه أكثر من اجتهدت هذه الأمة الملعون في إطفاء نوره وفي محوي آثاره وفي طمس فضائله ومناقبه ولكن مع ذلك شاعما بين الخافقين ما ملأهما من فضائله ومناقبه مناقبه تفسير عمر لكل هذه المدائح النبوية والثناءات لعلي بن أبي طالب شنو؟ أنه يريد يضخم شأنه حتى إحنا نتبعه ومناقبه وقد كان يربع في أمره وقتا ما الآن الآن لاحظوا دقق الذي كان سيكتبه يقول يقول إشفاقاً وحيطة على الإسلام يعني بعبارة أخرى يقول عمر بلسان حاله رسول الله لا يفهم المصلحة الإسلامية جيداً أنا أفهم أكثر منه فلذلك منعته من أن يكتب بالتصريح بإسم علي عليه السلام خليفة من بعده أنا أولى بتدبر أمر الإسلام والمسلمين أنا أدرك المصلحة الإسلامية أكثر منه وهو من جاء بالإسلام ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام لا ورب هذه البنية الكعبة المعظمة لا تجتمع عليه قريش أبدا وهم منه قريش هم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيد بن الجراح وذولة كبار قريش في المدينة المنورة يعني كأنه يصرح بحال نفسه يقول أنا منعت النبي إشفاقاً وحيطة على الإسلام طيب ليش شن رح يصير يقول قريش ما تجتمع عليه طيب من هم قريش يقول إحنا يعني يقول أنا منعته لأنه إحنا ما نريده هذا نتيجة الكلام أنا منعت النبي من أن يصرح باسم علي لأننا لا نطيق الاجتماع على علي بن أبي طالب خليفة تالية يريد هذا النبي أنه يخلين مطيعين لعلي بن أبي طالب شنال حتش إلى متى ليش هذا الاحتكار هم كانوا يتعاملون مع النبوة على أنها ملك خلص كافي عليهم بني هاشم حصلوا لهم بعد نبوة بعدهم يريدون فوقها إمامة بعد إلى الأبد يعني في بني هاشم فقط في أهل هذا البيت يعني ولاة الأمر خلص لا للتوريث كفاية شونك وحركة كفاية في مصر كفاية خلص لا للتوريث عمر صاحب حركة كفاية ما لذاك الوقت لا للتوريث ما نريد توريث خلص حصل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله حصل ملك بعد ما يصير ينقلها إلى ابن عم وابن عم ينقلها إلى أبناء وإلى الأبد هالشكل شنو يعني احنا مالنا رب يعني شون الوضع لا نظرية مالة عمر شنو لازم الملك شنو يتداول بين بطون قريش بنو هاشم حصلوا نبوة كافي خلافة بعد تروح مرة عند بني تيم مرة عند بني عدي مرة عند بني أمية مرة عند بني ما أدري منه الشكل يصير توزيع تداول للسلطة يصير تداول للسلطة هكذا كانوا يتعاملون مع الأمر على أنه بالفعل ملك يعني سلطان مو قضية تنصيص إلهي ونبوة وخلافة ربانية لا على هذا كانوا يتعاملون تفكيرهم دنيوي بحت ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام لا ورب هذه البنية لا تجتمعوا عليه قريش أبدا ولو وليها لو علي بن أبي طالب تولى الأمر لن تقضت عليه العرب من أقطارها يصير ثورات ضده تمردات عائشة مثلا تتمرد معاوية يتمرد خوارج يتمردوا لو افترضنا أن علي عليه السلام استلم مقاليد الحكومة الفعلية بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة لكان أول من يركب الجمل لا معاوية أبو بكر عمر إذا ولي يصيرون كلهم يركبون جمل ضد علي بن أبي طالب صريح العبارة علي بصوب وقريش كلها بصوب قضية هالشكل قريش حسدت علي لا تطيقه ما تتحمل خلص كافي ولذلك أمير المؤمن عليه السلام يشتكي دائما يقول ما لي ولقريش قطع الله قريشا لقد قطعت رحمي مضمون كلامه الشريف ما لي ولقريش أما والله لأقتلنهم مفتونين كما قتلتهم كافرين وما لنا لعائشة من ذنب إلا أن أدخلناها في حيزنا فقل لقريش فلتضج ضجيجها دائما الصراع هو صراع محمدي علوي قرشي هكذا يعني تقدر تسميه الصراع هكذا هاشمي قرشي نعم لما بنوا هاشم من داخل البيت الهاشمي انحازوا إلى قريش فصار الصراع ماذا أعمق وأكبر ابن عباس انحازه طبعا ابن عباس مع الريح مع ريح المصلحة مصلحته مع عمر بن الخطاب يروح مع عمر بن الخطاب مصلحته ترجع تصير ما علي ابن أبي طالب هم يرجع معه علي ابن أبي طالب باتر تصير مصلحته مع معاوية يروح مع معاوية ما عنده مشكلة هذا وأمثال عقيل مثلا أخ أمير المؤمنين عليه السلام ما أدري عبدالله ابن جعفر أمثال هؤلاء إذول عادة كانوا يلهثون وراء المصالح وما أكثرهم قل لمن هم يبقون على المبادل قل فحتى في داخل البيت الهاشمي صار تصدعات حسدوا علي عليه السلام وحسدوا الأئمة من سلالته فأول من انشق ودخل في لعبة قريشين العباسيون العباسيون هاشميون ثم تلاهم بالانشقاق والدخول في تلك اللعبة القذرة الحسنيون يعني سلالة الصبت الأكبر عليه الصلاة والسلام طبعا لا كلهم قسم منهم عبد الله المحض ومحمد بن عبد الله المحض الذي يسمونه من ذو النفس الزكية وأيضا أخوه أيضا إبراهيم وكم واحد من هؤلاء سلالة زيد يحيى بن زيد ومن جاء بعده هؤلاء أيضا هم كثير منهم انشقوا وهكذا وبعض حتى سلالات الإمام الحسين عليه السلام نفسهم من أبناء بعض الأئمة عليه السلام وأبناء أبنائهم انحرفوا وانشقوا ودخلوا في تلك اللعبة ليش لأنه ما عند استعداد ليس لديه استعداد ومقبولية لأن يبقى طوال العمر في صف المعارضة ما عند استعداد يريد يدخل في الوضع القائم حتى متى انتهز الفرصة وجد هناك فرصة معينة يقتنص الحكم عيونهم على الحكم عيونهم على بيت المال شوفوا إخواني عينا الآن الذي يقع في البحرين هؤلاء الذين يركضون وراء المصالحة مع النظام الموجود هذه مشكلتهم سئموا من البقاء في صف المعارضة إلى متى؟ الثابت الثابت هو ذلك الثابت على مبادئه ودينه فإذا كان دينه يتطلب منه أن يبقى معارضا ويعيش معارضا ويموت معارضا مضطهدا مذبوحا أو مسجونا تصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة وإلى ما هنالك هذا اللي بالفعل ثابت على مبادئه يبقى على مبادئه يقول مو مشكلة أنا أبقى المهم عندي ديني المهم عندي مبادئي هذا المهم ولو وليها لن تقضت عليه العرب من أقطارها فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أني علمت ما في نفسه فأمسك شوف شلون عمر يقلب سيناريو الأحداث لا يقول للناس أنا تجاسرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وتطاولت عليه ورميته بالهجر والهذيان والتخريف وطعنت في سلامته العقلية ومن ثم طردني وجماعتي لا يقول هكذا وإنما يقول رسول الله علم ما في نفسي أنه ترمون مصلحتنا ومصلحة الإسلام والمسلمين أن تنص على علي تصرح باسمه في هذا الكتاب فلما علم ما في نفسي أمسك يعني يعني كأن النبي خضع لمن لعمر المخالفون يعتقدون كما تعلمون في كثير من الموارد أن عمر كان الصواب معه والخطأ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وينزل القرآن في تصويب موقف عمر وفي موافقة عمر كثير يعتقدون هكذا زارع هذه الفكرة هو شخصية عمر نفسه هو زارع هذه الفكرة لا تظن أن هذا الغلو جاء للمخالفين من تلقاء أنفسهم في هذه الشخصية كلا عمر هو من شجع المسلمين على أن يغلوا أو يغالوا فيه هو الذي زعم هو الذي جاء بتلك الروايات وقد سبق عرضها في محاضرات سابقة وافقت ربي في ثلاث هو يروي هو يقول فهنا في رزية يوم الخميس أيضا يقلب الأحداث ويحرفها فيقول هكذا فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أني علمت ما في نفسه فأمسك وأبى الله إلا إمضاء ما حتم يعني الله بالنتيجة انحاز إلي ورسول الله خضع لي زين فإذا هذا هو إجمال ما جرى نحن نقول أيها المسلمون إن رزية الخميس جرى فيها أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يؤكد كتبيا أمر الخلافة من بعده وأنها لعلي وبنيه صلوات الله عليهم ألا إمة الاثنى عشر وعمر فهم ذلك فتصدى للنبي صلى الله عليه وآله وتجاسر وطعن فيه وجرى ما جرى والنبي صلى الله عليه وآله طردهم قيل له ألا نأتيك بما طلبت قال أوا بعد ماذا خلاص انتهلوا جاء هنا دور عائشة ونحن ورقتنا البحثية حول عائشة جاء هنا دور عائشة أيضا في تشويه الصورة أو في التلاعب فيها بحيث لم تكن تريد لأحد من المسلمين أن يظن أن هذا الكتاب كان سيصرح فيه باسم علي فتفتق ذهن عائشة عن ماذا تفتق عن هذا الأمر قالت أنتم واهمون يا أيها الرافضة يا من تزعمون أن اسم علي كان سيكتب في هذا الكتاب أنتم واهمون ما كان سيكتب في هذا الكتاب هو اسم أبي اسم أبي بكر كان رسول الله سينص على اسم أبي بكر بن أبي قحافة ويقول من كنت مولاه فهذا أبو بكر مولاه لماذا قامت عائشة بذلك لأن بقاء الأمر هكذا بقاء روايات رزية الخميس التي جاء بها ابن عباس هكذا سيدفع كل باحث حر ومنصف إلى الاعتقاد بأن علي عليه السلام هو الإمام لأن قول الأئمة من أهل البيت هو هذا أنه النبي صلى الله عليه وآله قد نص على علي عليه السلام زين قولهم كذلك في شأن هذه الصحيفة التي كان سيكتبها النبي هذا الكتاب الذي كان سيكتبه النبي صلى الله عليه وآله أنه كان سيكون فيه التصريح باسم علي لما يفتشون في مصادر في المصادر الأخرى في الروايات الأخرى بما فيها روايات الفرقة البكرية التي انحازت إلى أبي بكر وأيدت يجدون تصريحات من عمر بن الخطاب وهو قائد الحملة على النبي صلى الله عليه وآله وقائد يوم التمرد على النبي في يوم الخميس يصرح يقول النبي أراد ماذا أن يصرح باسم علي ولكني منعت من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام فبعد ماذا يبقى إذن الحق مع علي علي منصوص عليه هو الخليفة الشرعي هو الإمام وهؤلاء ابتزوه حقه غصبوه حقه فالحق مع الشيعة الحق مع الرافضة الذين رفضوا حكم أبي بكر ورفضوا إمامته ومن جاء بعده فلم تجد عائشة بدا من أن تحرف هذه الحقيقة وتدس أنفها وتحشر نفسها في هذا الموضوع محاولة إيهام الناس بأن من كان سينص عليه النبي صلى الله عليه وآله هو أبوها أبو بكر وبالفعل تابعها على ذلك جماعة من المغفلين واليوم تكتشف بأن بعضا من هؤلاء يعتقدون حقا بما يشبه المسلمات أن ذلك الكتاب في رزية يوم الخميس كان المراد به أبو بكر لا علي بن أبي طالب كيف اختلقت عائشة هذه الأكذوبة وكيف روجتها عائشة ذكية عموما هي ذكية يعني عندها خبث مكر دهاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلما تريد أن تنسب أمرا للنبي صلى الله عليه وآله تلاحظ دائما عائشة تسير في خط وجميع أصحاب النبي أو معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والرواة والمؤرخون في خط آخر يعني ما تأتي به عائشة لا تجد له مثيلا عند هؤلاء شنو السبب خاصة إذا كانت قضايا كبيرة قضايا كبيرة عادة النبي يؤكدها على أكثر من صعيد في أكثر من موقف حتى لا يكون هناك اختلاف ليقول واحد بس أنا اللي سمعت النبي أنت الآن فتش عن حديث الغدير بس واحد اللي سامع حديث الغدير ألوف سامع حديث الغدير متواتر كل واحد يروي بطريقة صحيح زين المواقف الأخرى قس على ذلك كل ما يتعلق بأهل البيت عليهم والسلام عادة تجد أنه يبلغ نصاب التواتر وإن لم يكن التواتر الاستفادة ليش النبي لما يريد أن يؤكد على شأنية أهل بيته ما يروح يبلغ واحد واثنين يبلغ ماذا العشرات والعشرات في مواقف كثيرة وموارد عديدة أما سبحان الله لما يتعلق الأمر بأبي بكر تلاقي بس واحد يروي اللي هي عائشة إذا تريد تجيب كلش كلش يعني تأتي بشاهد تجيب ابن الآخر عبد الرحمن بن أبي بكر الله صدق يعني يعني بس هذا تواتر عائشة ما يصير ما حد يقدر يرفضه عائشة قالت خلص هذا التواتر العائشي فمن هنا تجد أخي الكريم شوف لاحظ تجد أنه في القضايا المرتبطة بالفضائل المدعات لأبي بكر لعمار لعائشة ذاتها تلاقي لما تتبع الطرق والرواة ومن سمع عن النبي صلى الله عليه وآله تشوف أكو حالة ريبة تنتابك من وراء ذلك ترتاب لماذا فقط هؤلاء وهم أصحاب المصلحة لماذا هذا المورد من تلك الموارد عائشة تريد أن تضحك على الذقون فتقول رسول الله كان سيكتب اسم أبي في ذلك الكتاب كان سينص على أبي وهو قال لي ذلك فأنتم لا تذهبوا بخيالكم إلى علي بن أبي طالب ما إلى علاقة نأخذ روايتين إحداهما من صحيح البخاري وأخرى من صحيح مسلم أما الأولى فرقمها عند البخاري خمسة آلاف ومئتين وواحد وستين عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأساه عائشة مريضة وتقول ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك يعني لو مدت بسبب وجع الرأس هذا انفجر عرق مثلا في الرأس أو في الدماغ ومدت وذهبت إلى جهنم ترى لا تخافين أنا شن رح أسوي وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك زين فقالت عائشة شوف عائشة هنا تريد أن تقوم معنا القضية لا يعني أصل لها بالأصل إلا أن تكون تحريفا فعائشة كأنها تقول يعني أنت تقول هذا الكلام لي على المجاملة للمجاملة وإلا أنا أدري يوم اللي أنا أموت هذا يوم عرسك يصير فقالت واثكي لاه أو واثك لياه والله والله إني لأظنك تحب موتي أنا أدري أنت أتحب أموت اليوم قبل باشر وَلَوْ كَانَ لَوْمِدْتُ أَنَا في بعض الروايات الأخرى عند المخالفين فتقول عائشة النبي لما سمعني قلت هكذا ابتسم يعني كأنه ماذا بل فعل أقر بأنه يرتاح إذا هذه البومة راحت إلى جهنم فقال النبي صلى الله عليه وآله بل أنا ورأسه حسب كلام عائشة في رواية البخاري يعني النبي هو يتوجع لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه شوف اللطيف هنا شلون عائشة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر تقول النبي كان يشتكي وكأنه ينعى نفسه يقول وارأساه ويقول لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه يعني أروح أنادي أبا بكر وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر طيب ليش عندك وياهم وأعهد يعني أعهد إلى من إلى أبي بكر أقول أنت خليفتي من بعدي والشاهد على ذلك ابنك وابنتك فلا يختلف عليك أثناء شايف وأعهد أن يقول القائلون أخاف بأت شر أحد يتكلم يقول غير أبو بكر ترى خليفة أو يتمنى المتمنون أخاف واحد آخر هذا من صوب علي بن أبي طالب من غير هذا الصوب يتمنون الخلافة وأبو بكر موجود شلون لا يمكن أن يتمنى أحد الخلافة وهذا الصديق موجود شلون لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله يعني قلت ليش أسوي هذا الشيء ليش أكتب الكتاب لماذا أعهد إلى أبي بكر وإلى ابنه لطيف بعد إذا عائشة ضربت بوري على عمر خلت الخلافة من بعد أبي بكر لعبد الرحمن بن أبي بكر كل لطيف هذا الجديد هذا طليق متأخر إسلام تظاهره بالإسلام فبعد خلص تصير خلافة بكرية بكرية عدل سلالة أبي بكر تحكم هسوين أكو واحد سلالة أبي بكر سامعين أحد يقول الآن أنا أنتسب إلى أبي بكر أنا ما سامع بس لو كان إذا يمسك ترب هذه الرواية إلى تشانس يقدر يقول أنا الأولى أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله يعني ما أحتاج إلى أن أكتب هذا الكتاب في النص على أبي بكر وأشهد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة ابنة أبي بكر قلت لا الله يأبى غير أبي بكر ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون يعني هم الله ما رح يرضى إلا أبا بكر وهم المؤمنون لن يرضوا إلا أبا بكر يعني كأنه النبي يقول أنا علمت المستقبل شون رح يصير نتيجة سيجتمعون على أبي بكر المؤمنون سيرفضون أي مرشح آخر إلا أبا بكر والله المهم الله خلص مبلغني أنا أريد أبو بكر يعني يعني الله منتخب أبو بكر لهذا الأمر هذا ما في صحيح البخاري وأما في صحيح مسلم فرقم الحديث أربعة آلاف وأربعمائة وستة بسنده عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه إدعي لي أبا بكر أباكي وأخاكي حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمنين ويقول قائل أنا أو لا عائشة تختلق هذا الحديث لإدانة علي بن أبي طالب عليه السلام لأن علي بن أبي طالب باتفاق الخاص والعام بعد رحيل واستشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال أنا أو لا أنا أو لا اقرأوا في الإمامة والسياسة لابن قتيبة جاءوا بعلي لكي يبايع أبا بكر فماذا قالوا له بايع خليفة رسول الله فقال أنا أولى بالبيعة منكم أنتم أولى بالبيعة لي لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي أنا وصي رسول الله أنا أولى بمقامه من بعده هذا الأمر مستفيض عن علي عليه الصلاة والسلام غاية ما هناك المخالفون يشككون يقول مع أن علي رأى نفسه أولى إلا أنه بعدين سلم بالآمر سلم بالآمر أبايع بعد ستة أشهر لما تقول عائشة تنسب إلى النبي كذبا وزورا أنه قال فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى هي ها هنا تريد أن توهمك بأن النبي صلى الله عليه وآله يدين عليا عليه الصلاة والسلام لأنه يرى أنه أولى من أبي بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤمنون إذن علي بن أبي طالب مو من المؤمنين لأنه أبا أبا بكر سعد بن عبادة ليس من المؤمنين لأنه بإجماع الأمة أبا أبا بكر أهل البحرين ليس من المؤمنين لأنهم بإجماع الأمة أبا أبا بكر اقرأوا التاريخ أهل البحرين يعني البحرين طبعا الكبرى رفضوا حكومة أبي بكر وقالوا اقرأوا في التواريخ قالوا لو جاء أحد من أهل بيت رسول الله لأطعنا إحنا رافض إحنا شهدنا الغدير شفنا رسول الله رفع بيد علي وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه ما شفنا رفع لا إيد أبو بكر لا رجل أبو بكر على شون نتبع أبو بكر من أين جاء أبو بكر مالك بن نويرا ليس من المؤمنين عائشة تريد أن تقول هكذا كل من رفض إمامة أبي بكر فليس من المؤمنين لأنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر خلص نص على أبي بكر هذه الرواية فيها أن النبي يأمر عائشة يقول لقد ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فدست عائشة هذه الروايات حول كتابة الكتاب وجعل لكي تحرف شأن كتابة الكتاب في يوم الخميس تقول ترى المراد من ذلك الكتاب هو هذا والدليل أنا أنا أروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه هو يقول هكذا يقول أبو بكر فهذا الذي جرى بين النبي وبين أصحابه هو ذاته الذي جرى بينه وبيني وإذا تريدون شاهد من تريدون شاهد أجيب لكم أخويا يلا بعد خلص تخيل لو أن الأمر هكذا صنعه أهل البيت حاشاهم طبعا بس تخيل تخيل لو أن علي عليه السلام قال رسول الله قال أنت الوصي يعني ما أشهد أحدا وقال اشهد على ذلك فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنهم هؤلاء المطهرون المصدقون في الكتاب الذين أذب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطيرا مع أنه لا يشك أحد في صدقهم وعدالتهم مع ذلك لكان القوم اليوم يقول لا لا نسلم بذلك لو كان الأمر بالفعل الخلافة منصوصة على علي عليه السلام فلابد أن يكون في محفل عام النبي يبايع الناس له هو هذا كله جرى في يوم الغدير وغير يوم الغدير عشرات المواقف أي عشرات مئات وربما ألوف في كل يوم النبي يؤكد علي علي أهل بيتي أهل بيتي يوميا ليل ونهار بمواقف عديدة بموارد عديدة ومع ذلك كله ماذا رفضوه بعد آخر شيء يصير بس أمر جرى بين رسول الله وعلي وفاطمة تريدهم أن يسلموا؟ لا يسلمون أما سبحان الله أمر جرى بين رسول الله وعائشة وعبد الرحمن بن أبي يكر يسلمون وخلص هذا كافي نصدق عائشة ونصدق عبد الرحمن و الخلافة لأبي بكر كانت رسول الله نص على أبي بكر هذا اعتقاد جماعة منهم ترد لا تتصور أن أهل الخلاف كلهم متفقون على أن الخلافة بالشورى من أقل لك؟ قسم منهم يقولون الخلافة من بعد رسول الله كانت بالنص والتعيين على أبي بكر بن أبي قحافة والآن في الزمان الأخير بدأ المغالون منهم يميلون إلى هذا وينفخون فيه لمواجهة المد الشيعي لاحظوا إخواني الآن خطتهم الخبيثة بعدما سقطت نظرية الشورى ما يزعمون أنه شورى ليش؟ لأنه أي واحد باحث في التاريخ يكتشف ما كان أكو شورى بعد النبي كذب فيه كذب دجل فيه دجل جماعة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة أولا كانوا من الأنصار وهم اختلفوا فيما بينهم وعلى أساس يخلون الحاكم سعد بن أبي سعد بن عبادة سيد الخزرج فبعدين صار حسد من الأوس من أسيد بن حضير حسد سعد بن عبادة فهرول أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة وفتشكل بسبب هذا الانشقاق أو هذا التفرق في جبهة الأنصار زعيم الأوس بايع لأبي بكر وبايع له عمر وأبو عبيدة فصار أبو بكر ماذا حاكما دخلوا به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة يزفونه زف العروس وعمر راح استدعى قبيلة بني أسلم المتفق معهم دخلوا إلى المدينة خبطوا الناس خبطا إلى البيعة بالتهديد بالإكراه فصارت مبايعة هكذا وهم يصرحوا عمر يقول كانت بيعة أبي بكر ماذا فلتت وقال الله شره أي شورى أي بالطيخ لا كان أكو شورى ولا كان أكو بالطيخ زين بعد أبي بكر من جاء وين الشورى يطلع للشورى وين بعد أبي بكر من جاء عمر وين الشورى نص وتعيين من أبي بكر زين بعد عمر من جاء عثمان إشلون جاء ست نفرات على أساس الشورى مختصرة على ست نفرات وين إذن إرادة الأمة وين انتخاب الأمة وين شورى الأمة شنو في القرآن أين في القرآن أن الشورى فقط لست أشخاص من المهاجرين الأولين وين أصلا أين في القرآن مثلا وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بين المهاجرين و الأنصار فقط ألم تكن استق Absuri يقولوا أمرهم شورى بينهم يعني بين عامة المسلمين المفروض صحيح الله لا وأمرهم شورى بينهم حتى في القرآن لا يوجد أقل من ذلك اللي هو ماذا؟ المهاجرين و الأنصار بل ليس في القرآن حصروا الشورى فقط بالمهاجرين بل ليس في القرآن حصروا الشورى فقط بهؤلاء الستة بدع عمرية إذن لا شورى شنو ستة أشخاص ستة نفر أين الشورى بستة نفر لا والستة هم مختلفون ونتيجة اللي يرجح منه عبد الرحمن بن عوف الركلات الترجيحية يمذاكة عرفتش دون هذا يرجح إذن بالنتيجة هو بكيف عبد الرحمن بن عوف لو الأمة كلها رأيها مخالف لعبد الرحمن بن عوف أخيرا يمشي رأي من عبد الرحمن بن عوف إذن لا شورى ولا بالطيخ بعد عثمان صارت شورى إلى حد ما ليش لأنه الأمة سوت ثورة الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط عثمان سوه سقطوا عثمان قتلوه رموه جيفة على مزابل اليهود ثم دفنوه هناك في حش كوكب زين وانتخبوا عليا هتفوا قالوا لا نريد إلا عليا هو علي بن عظام ما كان يريد بيعتهم هذه لأنه ما جاءت على سياق الاعتقاد بالأئمة الاثنين عشر عليهم السلام بايعوه على ما بايعوا من كان قبله هو اضطرارا قبل بهكذا معادلة لأنه هو ما كان كان يفضل أن يؤمنوا أولا ثم يقبلوا به لكن حث لا يوجد أحد ينهض بالأمر وهؤلاء قوم مصرون قبل خلص قبل مرغما عينا مثل ما يوسف الصديق عليه السلام قبل مرغما هو كان يتعاملون معه على أنه نبي عامة أهل مصر كان يتعاملون معه على أنه نبي مؤمنون بأنه نبي لا عزيز عزيز مصر خلص يعني الرئيس وزراء كان يتعاملون معه هكذا لا شك النبي يوسف عليه السلام كان يفضل أن يؤمنوا أولا بنبوته ثم يتبعونه ويولونه عليهم ليش لأنهم إن آمنوا بنبوته أولا فإنهم بعد ذلك سيعتبرون طاعته دينا لا يعترضون عليه لا يتمردون كذلك علي بن أبي طالب يتعاملون معه على أنه وصي رسول الله حجة لله على خلقه طاعته دين مخالفته عصيان لله تبارك وتعالى أمير المؤمنين عليه السلام كان يريد من الشعب أن يتعامل معه هكذا أما إذا بايعوه على مجرد كونه خليفة قائد سياسي يعترضون عليه وبالفعل اعترضوا عليه وإذلك انقلبوا وانشقوا عن الخوارج من كانوا كانوا في صف عليا عليه السلام ولكن انقلبوا عليه وحاربوا عليا ليش لماذا والخوارج كانوا قوما متدينين في ظاهرهم كانوا يصلون صلاة الليل كانوا كانوا في جباههم آثار السجود لماذا إذن صنعوا هكذا ما كانوا يقرون بكون علي إماما بايعوا علي كما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان قائد سياسي إلنا حق نشيل نخليه نعترض عليه أي شيء نسوي ولهذا علي عليه السلام ما كان يريد هكذا بيعه فإذن في كل الأحوال سقطت ما يسمى نظرية الشورى هذا الوهم بأنه أمرهم كان شورى بينهم يعني هؤلاء وأمرهم شورى بينهم وأنهم بالفعل بالشورى جاء أبو بكر وصار حاكمان أي واحد يبحث بالتاريخ يكتشف أبو بكر ما جاء بالشورى عمر ما جاء بالشورى عثمان ما جاء بالشورى علي بن أبي طالب هسا خلي على صفحة أصلا هو علي الخلاف كله في علي صلوات الله عليه زين بعد علي بن أبي طالب من جاء الحسن المشتبى عليه السلام بنص من علي خوش بعدين من جاء معاوية معاوية بالغلبة جاء بالغلب وهكذا استمر الأمر إلى اليوم أصلا جيب لي حاكم واحد من 1400 سنة إلى الآن جاء بالشورى حقيقة لا تجد لا تجد إلا إذا هذا أمير المؤمنين الجديد هذا محمد مرسي هذا موضوع آخر هذا أي شورى بالله عليك هذا أي شورى أي بطيخ فإذا ماكو شورى شورى ماكو ليش تكذبون على الناس إذا تسقط نظرية الشورى وفي موازاتها يصير هناك حقيقة الشك في حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وآله ترك أمته هكذا أحملها هكذا بلا تنصيص على ولاية العهد من بعده الباحث الحر يقول أي نبي هذا وهو الذي دائما يتنبأ يقول سيأتي عليكم زمان تضربون رقاب بعضكم بعضا تختلفون وتتطاحنون مضمون الروايات عندنا وعندهم لا أراكم لترجعن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولتضل كما ضلت اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة كل هذه التنبؤات من النبي متلقيها من الله عز وجل أنه بعدين بعد حياته ستكون هناك خلافات ومشاحنات وتطاحن وتضارب وحروب داخلية وأهلية ولا يضع لهم علما أو لا ينصب لهم علما يرجعون إليه إذن هذا نبي ليس بحكيم نعوذ بالله الآن لا يفعلها حاكم واحد حتى في الديمقراطيات تجد هناك آلية بحيث أنه إذا انتقل الحاكم السابق يتولى حاكم من بعدي مباشرة ولو بشكل مؤقت مثلا في أمريكا أمريكا الولايات المتحدة أكو نائب للرئيس أي شيء يصير بالرئيس نائب الرئيس يتولى المهام فورا ما يصير تترك القيادة هكذا في فراغ ما يصير إذا كانت قضية بالفعل أنه يمكن تركو الناس بلا وصية وبلا تعيين على الحاكم التالي تعيين للحاكم التالي خليش الآن آل سعود ما يتركون الأمر شورى ويتركونها الشكل لا يوصون لأحد خلص لا ما يحتاج ولي عهد منه آخر ولي عهد خلوه سلمان ليش مخلينا الآن عبد الله بن عبد ليش لماذا لا تستنوا بسنة رسول الله أترك أترك للناس خلي شو يدوروا لهم سقيفة بعدين يجتمعون يسولهم أي شيء بعد ما أنت تفطس سول لك أي قضية ما كم مشكلة استنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله حسب ما أنتم تزعمون فلذلك إخواني أي شخص يبحث بشكل حر مجرد تسقط عنده هذه الأكذوبة والأحدوثة أنه هناك شورى وأن الأمر هكذا وفي المقابل يشوف المد الشيعي قوي لماذا لنا المد الشيعي متين لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله السفاهة أو إهمال أمر الأمة يقول النبي عين علي بن أبي طالب قولا واحدا خلص تهى الموضوع من كنت مولاه فهذا علي مولاه تهى وبايع له في الغدير يروح يبحث في النصوص يكتشف رزية الخميس أولا يكتشف نصوص كثيرة وروايات كثيرة كلها تشير إلى صدق ما يقوله الشيعة علي 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 دائما الأضواء مسلطة على علي بن أبي طالب دائما باتجاهه تسير الأمور زين ويكتشف رزية الخميس أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكتب كتابا لا تضل الأمة بعده أبدا وليس مثل هذا اللفظ إلا في حديث الثقلين فإذن المراد علي والثقل الآخر وهم أهل البيت عليهم السلام فخالف عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها وعمر هو قائد الانقلاب هو قائد سقيفة بني ساعدة هو وأبو بكر يمثلان الجبهة المناوئة لجبهة أهل البيت فينحاز إلى أهل البيت وشيعتهم هذا الباحث الحر هنا عائشة لازم تجدس أنفها في الموضوع حتى تمنع الناس من الانتقال إلى جبهة أهل البيت وشيعتهم فتريد أن تقول لا النبي كان له نص وتعيين ولكن على أبي أبي بكر فيخلي الناس ماذا تقتنع بذلك أكثر وبالفعل الآن بدأوا يقتنعون كما قلت لكم بهذا أكثر في مواجهتهم للمد الشيعي لأن نظرية الشيعة متينة في هذا الأمر نظرية النص والتعيين متينة اعتقادهم في هذا متين مدعم بنصوص الكتاب والسنة ومدعم بحكم العقل حكم العقل هكذا يرشد إليه ويحفظ مكانة ومقام رسول الله صلى الله عليه وآله فحتى يجارونهم أقوامهم أبناءهم الذين بدأوا ينساقون إلى النظرية الشيعية بدأوا يقولون لهم نعم صحيح ولكن الخطأ في الشخصية صحيح نص تعيين ولكن ليس علي بن أبي طالب وإنما أبو بكر من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول أحد كبار أعلام أهل الخلاف وهو ابن حزم ابن حزم الأندلسي صاحب المحلى وإمام المدرسة الظاهرية في عصره وهو اليوم بدأت تروج آراء وأقواله من قبل هؤلاء في مواجهة المد الشيعي ماذا يقول ابن حزم في تعليقه لما يأتي بهذه الروايات عن عائشة أن النبي أراد في هذا الكتاب أن يكتب اسم أبي بكر ويشهد على ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر يأب الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر يعلق ابن حزم هذا التعليق تجده في كتابه الشهير الفصل في الملل والنحل في المجلد الرابع الصفحة 108 وينقله عنه ابن تيمية الحراني في منهاج السنة الجزء الأول الصفحة 497 يقول ابن حزم فهذا نص جلي على استخلافه صلى الله عليه وآله أبا بكر على ولاية الأمة بعده يقول هذا نص جلي مو نص خفي ليس نص خفيا هذا نص جلي قاطع أن أبا بكر هو الخليفة رواية ثالثة هذه يرويها مسلم في صحيحه الحديث رقم 2385 بسنده عن ابن أبي مليكة قال سئلت عائشة من كان رسول الله صلى الله عليه وآله مستخلفا لو استخلفه يعني عائشة تسأل من كان عند النبي افترضنا أنه كان سيستخلف من كان سيستخلف قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر هذا صحيح مسلم ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا لماذا قالت أبو أبا عبيدة بن الجراح ما قالت عثمان سببان محتملا كلاهما قويا السبب الأول أن الخطة أساسا كانت تقضي بهذا هم الثلاثة أبطال السقيفة من كانوا أبو بكر عمر أبو عبيدة عثمان ما كان موجود فكأن الخطة كانت تقضي أنه الخلافة أو الإمامة أو الإمرة تنتقل من عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح وبالفعل عمر أم يصرح له روايات راجعوها أن عمر يقول في مرضه يعني لما مات كان يقول لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لا استخلفته هكذا يقول وبعدين يقول ولو كان سالم مولى أبي حذيفة تحيا لا استخلفته فالخطة كانت هكذا تقضي الظاهر عثمان كانت رتبته متأخرة الظاهر هكذا فحسب الخطة الإنقلابية أنه أولا أبو بكر عمر أبو عبيدة سالم بعدين مثلا عثمان ما أدري ترتيب شلون يصير ولكن أدرك الموت أبا عبيدة قبل عمر هلك وذهب إلى جهنم وبئس المصير فهنا وذلك هم سالم أم نفس الشيء أم راح إلى جهنم وبئس المصير وكلاهما طبعا من المشاركين في الحملة الغادرة على دار الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام فهنا انتقلت الأمور وصار نصيب عثمان النصيب الأكبر هذا العامل الأول الذي أو السبب الأول المحتمل في أن عائشة لماذا قالت بعد عمر أبو عبيدة سبب الثاني أنها تعلمون في السنوات الأخيرة من حياة عثمان تضاربت مع عثمان يعني صارت من المعارضين لعثمان وقالت مقولتها الشهيرة اقتلوا نعثلا فقد كفر فلذلك ربما صرفت عنه الخلافة هناك موقع في الانترنت موقع شهير للطائفة البكرية يشرف عليه شيخ شهير للطائفة البكرية اسمه سلمان العودة شوية أعور هو أكو أحبيهم مو أعور هذا الموقع جدا شهير عثرت عليه اليوم عثرت على هذه المقالة فيه هذه المقالة بعنوان كيف الرد على ما ينقمه الشيعة على عمر في هذا الحديث يقصدون رزية الخميس في طور بحثي عن قضية رزية الخميس عثرت على هذا العنوان وسألين الموقع هذا أنه الشيعة يسبون عمر بن الخطاب لأنه قال إن الرجل ليهجر ورد على النبي ومنعه من كتاب الكتاب العاصم للأمة من الضلال إلى ما هنالك فمن رد على ذلك المجيب حسب الموقع دكتور يقال له محمد بن عبد الله القناص عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم يعني المفروض هذا أكاديمي أفاهم مقال كاتب طويل رد فيه على هذا السؤال بما لا طائل من ورائه ولكن لفتتني هذه العبارة منه لاحظوا ماذا يقول في معرض رده ودفاعه عن عمر يقول ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله طبعا هو يقول وسلم ما يقول وآله ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه عزم على أن يكتب كتابا يتضمن استخلاف أبي بكر يقول من المعلوم شايف النظرية البكرية شون تطورت هذا يعز الأمر إلى أنه أمر معلوم خلص مفروغ منه مفروغ منه وثم يستشد بماذا بأحاديث عائشة في كتابة الكتاب يعني يريد أن يقول الشيعواهمون مخطئون رزية يوم الخميس ما كانت بشيء يقولون أن عمر أراد صرف الخلافة عن علي بن أبي طالب بمنعه النبي صلى الله عليه وآله من كتابة الكتاب كما هو عمر يصرح في الرواية التي نقلناها لكم يقول لا كان يريد أن ينص على صاحبه أبي بكر يقول من المعلوم انتهى خلص يعني وإن كان مثل هذه الكلمة يجرؤ أو يجسر أحد على أن يقولها آنفا ما كانوا يجرؤون ويجسرون لماذا؟ لأنه جاءت عندهم روايات مضحكة في شأن ذلك الكتاب أنه ماذا كان النبي سيكتب في ذلك الكتاب وضعوا روايات يقولون النبي أوصى بأن يجيز الوفد بنحو ما كان يجيزهم مثلا أمور يعني تافهة بسيطة عرفتوا شلون؟ لا تعصم الأمة من الضلال أبدا أين هي من أن تعصم الأمة من الضلال أبدا ما كانوا يجسرون على قول مثل هذه الكلمة أما الآن لا بدأوا يميلون أكثر إلى قول عائشة إلى قول ابن حزم ينفخون في ذلك حتى ابن تيمية ترى ما لإلى هذا شيئا ما إذا تقرؤون منهاج السنة يريد هكذا بعد الأسلوب هو في اللف والدوران والمراوغة يقول نتيجة أن النبي كان يعني يوشك أن يصرح يعني في استخلاف أبي بكر كان يلمح كثير يعني يجعل أبا بكر هو مرشح النبي يعني لهذا الأمر فهذا اعتقاد المخالفين هذا الاعتقاد الذي بدأ الآن يتشكل ويتطور مع النسخة البكرية آخر اللي داخل آخر آخر نسخة اللي نزلت البارحة من الديانة البكرية لأنه تعلمون الديانة البكرية مثل مايكروسوفت كل شوية ينزل شنو احسنتم ينزل لك يتشكل دين مطاط له أن يتشكل دائما حسب مقتضيات الزمان حسب مقتضيات المكان أحيانا تجد سبحان الله هذا الدين وأعلامه يقترب كثيرا إلى التشيع في أزمنة معينة يكون تشيع فيها مهيمنا يعني انتوا لاحظوا في بعض عصور دولة بني بويه كذا لا تكاد تفرق أصلا بين كلمة الشيعي وكلمة البكري في سياق الكلام في الاعتقادات التي تروج في يعني شيء غريب حقيقة لما يصير أكوهيمنة هو عموما دين الحكومة الحكومة ماذا تقول احنا معاه يوم من الأيام الحكومة العثمانية ضد الشيعة فيفتون زعماء الأحناف البكريين بأن كل شيعي حلال الدم حسب رغبة السلطان العثماني يوم من الأيام حكومة العثمانية تتصالح مع الحكومة الصفوية في إيران يصير بينهم علاقة أو مع الحكومات الأخرى التي جاءت بعض الصفوين في إيران يصير أكوه علاقات بينهما تطلع فتاوى بالعكس الشيعة إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا شايف شلون أمريكا تهيمن على العالم فتريد أن تجاهد ماذا السوفيت وتكون حلبة الصراع أو المصارعة أفغانستان في زمانها فتاوى جهاد تطلع الله أكبر الجهاد الجهاد انصروا المسلمين في أفغانستان انصروا إخوانكم في أفغانستان ويبدأ بعد ما شاء الله وسام باللادن يطلع الظواهري يطلع ما أدري هذا عزام شنو اسمه هذا أبو عزام لا هناك واحد آخر اللي هو يعتبر عبدالله عزامي أحسنتم هو هذا اللي يعتبر الأب الروحي كان لهؤلاء ويطلعوا لك هؤلاء زين أمريكا بعدين بالنتيجة تمشكل الروس والروس يندحرون عن أفغانستان فتنقلب الموجة يفتون فتاوى ضد أمريكا الآن جهاد أمريكا واجب في أفغانستان موشكل لأنه صار الطالبان هي المهيمنة في تلك الفترة بعد ذلك أمريكا يقع فيها 11 سبتمبر البرجان يسقطان فشون يصير تصير حملة قوية على كل من يسمونهم الأصوليين والجهاديين المسلمين فتبدأ تطلع لك فتاوى الإسلام ودين السلام لا للإرهاب الإسلام دين التعددية دين الإخاء دين السلام العالمي دين حوار الأديان عبدالله عالسعودي يسوي لك حوار الأديان ويروح إلى الفاتيكان ويدعوه مو إلى آخره الله الله شلون يعني اتغيرت الأمور حسب الموجة حسب الموجة حسب الريح عادة الأديان الأرضية هكذا الأديان الأرضية ليس لها مبادئ تتشكل هو نفس هذا سلمان العودة اللي هسه إجا اسمه هذا كان مسجون فيما يسمى السعودية كان مسجون هذا سابقا هم كان عنده ميول متطرفة يعني إرهابية كذا كان مسجون الآن تعال شوف ده يتكلم وكأنه سفيرة السلام ما للاتحاد الأوروبي سفيرة السلام يعني يتكلم هكذا عن السلام والإخاء والتعددية وحتى الديمقراطية يمكن يتكلم وكذا تغيرت الأوضاع ليش؟ لأنه صارت لها صحوة في السجن يعني شايف شلون صارت لها صحوة في السجن البارحة كان لا التكثير والقتال والما أدري كذا كان أكو شخص هاهنا اسم عمر بكري سامعين بي فرد واحد لبناني بكري هو هم لطيف اسمه هم عمر وهم بكري بعد ما أحسن من هذا الشكل ماركة يعني علامة الجودة يعني فهذا كان هنا متورط أيضا في التحريض على الإرهاب كان يصلي في الناس ظهر في مصلى أو مسجد و مع أنه حاصل يمكن على الجنسية البريطانية أظن حاصل على الجنسية البريطانية ولكن هرب قبل اعتقاله هرب قبل اعتقاله راح إلى لبنان راح إلى لبنان هجوم على بريطانيا على الغرب إلى آخره زين وهو كان من أشد المناوئين للشيعة الرافضة و أقتلوا الرافضة يمكن كان يقول و ما أدري هؤلاء كذا مارقوا و كفروا و مشركون و زنادقوا إلى آخره راح إلى لبنان هناك هم لبنان صدرت مذكرة اعتقال شاف جماعة البكريين في لبنان ما عندهم قوة تعلمون البكريين ليسوا قوة سياسية في لبنان قوة سياسية الرئيسية في لبنان قوة حزب الله و هؤلاء الشيعة من بعدهم تأتي قوة الموارنة النصارى في لبنان يعني البكريين صايرين الحلقة الأضعف في لبنان حسب الميزان السياسي فليس لهم فأراد أن يستجد بمن سيد المقاومة راح أنا شفت بنفسي بتلفزيون قال أنا أناشد سيد المقاومة زعيم النصر الإلهي ما أدري كذا السيد حسن نصر الله حفظه الله أنه يعني يحميني يدافع عني و كذا بعدين قابله قال له لا إشلون و أنت ضد الشيعة و كذا قال لا أنا تبت عن ذلك يعني و الآن إحنا لازم لازم نتوحد و لازم الوحدة الإسلامية و إحنا علينا الظاهر و إحنا رأينا السيد حسن طلع في التلفزيون و قال أنا ضد ياسر الحبيب و ضد احتفال عائشة في النار فإذا إحنا نأخذ على الظاهر ليس لنا بالسرائر هذا حكم شرعي هذا أصولنا الشرعية هكذا أنه إحنا نحكم على الناس بالظاهر لما يقولون لنا تقية ليش تقية يسوي مو لازم يسوي تقية هذا بالفعل ما يعتقده الرجل حتى لو كان بالفعل تقية حتى لو كان بالفعل تقية حسن حسب الشرع لازم نحكم على ظاهر الناس ما نتهمهم بالتقية ولا نتهمهم بأنهم يكذبون علينا فشوف انزاح إلى من إلى الشيعة الآن ويمكن باتر يروح يصلي لا باتر لا ما يصلي لأنه بلغني أنا قبل فترة وجيزة أم ما أدري منه منكم من المؤمنين أبلغني أنه الآن أم قالب مرة أخرى قالب يسبل الآن سيد المقاومة آه زي خوش آه أحسنت خوش ملاحظة أنه الآن قضية سوريا انكسرت فإذا يشوف لا الآن الموجة تبدلت شوية الآن صار أكو فرصة لحكم جديد في سوريا فرح يصير حزب الله في لبنان الحلقة الأضعف رح ينكسر إذا حكم هذول جيش الكرمة جيش الكذا هذول إذا حكموا خوش ينكسرون فهذا قال لا الآن إلنا فرصة فقلب مرة أخرى عرفتوا هذه مشكلة الديانة البكرية ليس عندها مبادئ زعماؤها مثل الطين والعجين يعني بإمكانهم يتشكلون حسب مقتضيات الزمان والمكان فليكسبل فليكسبل الشكل مع كل شيء مثل الطماطر كل شيء ممكن بكل الأكلات يدخل يعني نفس المثال أيضا بالنسبة إلى أيام حسن مبارك أنتوا لاحظوا هذا مثال أمام عيونكم رأيتموه شيخ الأزهر الحالي هذا أيام حسن مبارك إلى آخر ليلة أنا أذكر يعني هذا ما أنقله عن أحد ليلة تنحي حسن مبارك يعني ثاني يوم صباحا يتنحى حسن مبارك ثاني يوم ظهرا تقريبا فليلته قناة الجزيرة بعيني رأيت مسوين معاه مقابلة قال أنا أفتي الآن المكوث في ميدان التحرير حرام حرام وهذه فتنة وهذه يعني أعمال منافية للشرع وخلص ولازم إطاعة ولي الأمر أو كذا ويعني تسليم لرئيس الجمهورية وخلص انتهى الموضوع زين ثاني يوم انتصرت الثورة حسن مبارك تنحى طلع بالليل الرحمة لشهدائنا الأبرار وعملهم كان شرعي وعملهم كان يعني سليم شرعا وإلى آخري أنور السادات يسوي صلح مع الكيان الصهيوني يفتون له بجواز ذلك أحد من كان يفتي ويسلم بذلك ويؤيد أنور السادات الشعراوي هذا اللي على أساس مفسر محمد متولي الشعراوي بعد ذلك هم الآن يفتون فتاوى لا لابد من مقاطعة ولابد ما أدري إلى آخره زين سيناء وقضية سيناء ورفح وإغلاق رفح أفتوا لحسن مبارك بجواز إغلاق رفح والآن يفتون لمحمد مرسي بما يشاء باتر يجي واحد آخر أيضا يفتون له بما يشاء يجي باتر حاكم شيعي في مصر يفتون له بما يشاء يحضرون معا احتفال عائشة في النار صدقني ويقولوا لك كل سنة وانت طيب يا ريس هذه مشكلة البكريين عموما إحنا هم عندنا هالمشكلة بس النسبة من علمائنا أو الذين باسم العلماء عندهم هالحالة يميلون مع كل ريح ينعقون مع كل ناعق ينعقون مع كل ناعق ويميلون على توجهات السلطة والحاكم نسبة الحمد لله الآن ضئيلة نسبة ضئيلة في وسط العدول يعني إحنا ما لنا علاقة بأهل العالم الثالث أهل العالم الرابع إحنا لنا علاقة بأهل العالم الأول أهل العالم الثاني هذه النسبة قليلة إخواني لذلك التشيع إلى الآن محافظة على استقلاليته المرجعية محافظة على استقلاليتها الحوزة محافظة على استقلاليتها مع كل محاولات والحوزة كل ذلك فشل كل ذلك ما نجح فهذا الشيء اللي ميز التشيع الى الان الحمدلله لا نريد انه هذا المرض البكري يتسرب الى اوساطنا اكثر ويعدينا نرجع الى موضوعنا فنقول عائشة طرحت هذه الاطروحة الان انه لا النبي قد اوصى على اوصى بابي بكر او نص على ابي بكر ولو كان مستخلفا لا استخلف ابا بكر وقال لي ادعي لي اباكي واخاكي لكي اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمنن او يقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر وبعض المخالفين الى زماننا كما هذا الدكتور شنو اسمه محمد بن عبدالله القناص من القصيم يقولها صراحة بلا حياء يقول ومن المعلوم ان النبي كان سيكتب في ذلك الكتاب واسم ابي بكر ويستخلف ابا بكر ما الذي يرد هذا ويكشف ان عائشة اختلقت هذه الاكاذيب السياسية وكانت بارعة في الاختلاق احنا الان نريد ان نكتشف هل هذا الذي ترويه عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن استخلاف ابيها وبنى عليه بعض زعماء فرقة المخالفين واعتقدوا ان النبي قد نص على ابي بكر هل هذا بالفعل امر قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ام هذه اكثوبة عائشية نريد بشكل مجرد الآن بحث علمي مع قطع النظر عن مشاعرنا تجاه عائشة وانا الان انادي المخالفين ان ينتقلوا معنا الى هذه الزاوية زاوية البحث العلمي المجرد عن العواطف والمشاعر يعني كما ان علينا نحن ان نتخلى عن مشاعرنا العدائية لعائشة بنت ابي بكر حتى نبحث في القضية بتجرد ونرى انها هل صدقت على رسول الله ام كذبت كذلك مخالفون علي من يتخلوا عن مشاعرهم الودودة تجاه عائشة حتى يصلوا الى الحقيقة معنا نبحث الشكل بشكل مجرد نقول ان مما يصادم الاعتقاد بصدق عائشة فيما روته عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الاحاديث من اهم واكبر ما يصادم الاعتقاد بصدق هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان ابا بكر وهو صاحب الشأن ذاته لم يرد عنه قط انه احتج بهذه الاحاديث مع انه تعرض الى ما تعرض له من مخالفات بمعنى في سقيفة بني ساعد الانصار خالفوه لا اقل سعد بن عباد ومن كان معه من الخزرج خالفوا ابا بكر وقالوا نحن اولى نحن اولى بالامارة منكم لماذا ابو بكر اذا كان منصوصا عليه وكان النبي يريد ان يكتب كتابا في يوم الخميس يتضمن تعيين ابي بكر صراحة لماذا ابو بكر لم يحتج بهذا لماذا لم يقل في سقيفة بني ساعد ايها الناس ان رسول الله قد نص علي والشاهدة ابنتي عائش اسألوها لم يقل مثل هذا بل كان كل احتجاجه مسألة القرابة انهم اقربوا الى رسول الله قال ابو بكر نحن اولياؤه وعشيرته اصلا احنا اهل بيت رسول الله احنا من قريش فاحنا اقرب اذا كان منصوصا عليه لما لم يحتج بهذا عمر لما لم يحتج بهذا عليهم لما تمرد المتمردون على ابي بكر ورفضوا دفع الزكاة له وقالوا ان جاءنا احد من اهل بيت رسول الله لدفعنا له الزكاة يعني كانوا مسلمين ولكنهم رفضوا دفع الزكاة لأبي بكر لانهم ما اعتبروه حاكما شرعيا اذا كان الامر هكذا لماذا لم يرد عليهم ابو بكر او عمر بالقول ان رسول الله قد نص على ابي بكر فما لكم كيف تحكمون بها لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لما رفض سعد بن عبادة ان يبايع لهم وظل الى اخر ايام حياته لم يبايع لأبي بكر هذه كلها مسلمات تاريخية التي اقولها الآن لذلك لست بحاجة الى ذكر مصادرها اي واحد يروح يفتش في المصادر يبحث يلاقي سعد بن عبادة لم يبايع لماذا لم يحتجوا عليه وبعدين سول على اساس انه قتل وقالته الجن وقالوا قد قتلنا سعد بن عبادة فرميناه بسهم فلم نخطف آده دبوها براس الجن على اساس هو اغتيال سياسي قتلوا في الشام لماذا لم يقولوا له تورع عن ذلك ان رسول الله قد نص على ابي بكر وهذه عائشة تشهد بذلك يستحضرون عائشة تشهد مثل ما استحضروا عائشة على اساس تشهد بماذا بان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث لماذا لم يأتوا بها يعني هذه هي الحجة الاقوى لأبي بكر يرى نفسه رسول الله يقول يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر وما يستغل ولا يستنفع من هذه المقولة الى اخر ايام حياته حتى ولا مرة واحدة يذكرها كيف خفي على ابي بكر انه كان من المعلوم من المعلوم ان النبي اراد ان ينص عليه ويستخلفه وانه قد عزم في مرضه الذي توفي فيه على ان يكتب كتابا يتضمن استخلافه كيف خفي هذا الامر على ابي بكر في ذلك الزمان ولم يخفى على الدكتور محمد بن عبد الله القناص عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم في زماننا هذا بعد اربعة عشر قرن فيقول ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه عزم على ان يكتب كتابا يتضمن استخلاف ابي بكر يعني هذا الذي لم يلقى رسول الله قط ويعيش في القصيم وهو معاصر في زماننا هذا يكون عارفا ويا ريت شوف يقول مقار روية يقول من المعلوم يعني مسلم امر مسلم مفروغ منه منتهين مننا نهائيا خلاص قضي الامر ولم يكن يعرفه ابو بكر ذاته مطلقا حتى موقف واحد ولا عمر يقول عرفته عائشة طيب مو احنا نريد ان الان نكتشف هل عائشة صادقة ام كاذبة في هذا القول فلا ترجعني الى عائشة من جديد وانا اريد الان ان ابحث عائشة قالت تقول النبي قال هكذا يعني هل يعقل عائشة واخوها عبد الرحمن والنبي يقول ادعي لي اباكي واخاكي يعني ما امتثلت لامر النبي ما دعتهما هب انه ما دعتهما نفرض على الاقل تبلغ ابوها تقول لابيها يا ابا ان رسول الله اراد ان يستخلفك ترى بس انت ما ادري وين تشنت تشنت مشغول وين جد تتروح وين تجي عند زوجتك الاخرى كذا اللي انت ما لحق ناديك الى ان توفي النبي مثلا مع انه هكذا ما موجود في الروايات المهم لا يمكن ان يصدق عاقل اذا كان النبي قال هذا الا ان يكون ابو بكر عالما به خاصة ان الرواية عن عائشة تقول ادعي لي اباكي واخاكي يعني ابو بكر يفترض ان يكون حاضرا يجيوا يسمع من النبي صلى الله عليه وآله ما رأينا ابا بكر يقول مثل هذا قط ولا عمر ولا غيرهما من مجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولا واحد منهم قال من المعلوم ان النبي اراد في مرضه ان يكتب كتابا في استخلاف ابي بكر ولا واحد جيب لي ما كانوا يفهمون ذلك بل وجدنا العكس وجدنا عمر وهو قائد الحملة على رسول الله صلى الله عليه وآله في رزية يوم الخميس يقول كان النبي يريد ان يصرح باسم علي فمنعته من ذلك اشفاقا وحيطة على الاسلام يعني حتى عمر ما فهم انه اسم ابو بكر بالله عليك هذا يعقل وبالله عليكم لو كان فعلا النبي يريد ان يكتب في كتابه اسم ابي بكر عمر يعترض ويقول ان الرجل لا يهجر ابدا ما يعترض بل بالعكس يهوس للنبي صلى الله عليه وآله يقول نعم احسنت يا رسول الله انكم لتهجرون ايها الرافضة لانكم لا تسمعون كلام رسول الله يريد ان يكتب كتابا لأبي بكر هذا ابو بكر هذا السامري وعجله ايش لون نمنع النبي من هذا الكلام عمر طار فرحا بكتاب ابي بكر في استخلافه هو راح رفع الكتاب امام الناس قال ايها الناس هذا كتاب خليفة رسول الله فاسمعوا له واطيعوا اني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب يعني طير فرحة فبالله عليك اذا اكو كتاب من النبي او اشارة من النبي حسب رواية عائشة ان رسول الله اراد استخلاف ابي بكر لكان قد طار ابو بكر وعمر فرحا بذلك لا شك فعدم احتجاجهما دلالة واضحة على انهما ما عرفا ذلك من رسول الله قط احتجاجهم كان انتم وليتمونا هذا كان كلامه بالقرابة نحن اولى من الاخرين لاننا رهط النبي عشيرة النبي احنا من قريش والنبي من قريش هذا كان مبلغ هذا كل حجتهم كلش كلش بعدين عمر تذكر قال ايكم يطيب نفسا ان يتقدم قدمين قدمهما رسول الله يعني عن ابي بكر في قضية الصلاة باعتبار ان النبي قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس اخو هذا اقوى من مروا ابا بكر فليصلي بالناس مع انه اصل القضية مكذوبة النبي ما قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس وعائشة ايضا متهمة يعني شوف تلف والدور ترجع الى عائشة اخواني صحيح ان ابا بكر وعمر هما من هندساء الانقلاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته من بعده صحيح ولكن دور عائشة السياسي كان عظيما وكبيرا جدا من اول ما اختلقت مروا ابا بكر فليصلي بالناس لعبة الدور ولها ظلع كبير في انجاح مشروع الانقلاب وبعدين قامت بتمتين حكومة ابي بكر وحكومة عمر حتى للاجيال باختلاقها هذه الاحاديث في فضاء الابيها وفي النص على ابيها وفي فضاء العمر والنص على عمر هم سيأتي سيأتي الان ان شاء الله تعالى انه عائشة مكتفت سوت القضية يعني كلش حسدت قضية علي بن ابي طالب عليه السلام وانه الله عينه خليفة بعد رسول الله كما قال رسول الله صلى الله وعليه والشيع الرافض كانوا هكذا يقولون واذا ولا جبهة المعارضة في زمانها كما تعلمون لا يقول النقائل ما كان هناك رافضة آنذا كان هذا امر سبق واستشهدنا به ان رواياتهم تقول ان جماعة كانوا ينالون من ابي بكر وعمر في زمانها هؤلاء من كانوا سوى الرافضة وجماعة كانوا يقولون ان علي هو وصي رسول الله فترد عليهم عائشة تقول ومتى اوصى اليه لقد مات وفاضت نفسه بين سحري ونحري فمتى اوصى اليه اذا كان هناك معروفية للقول في ذلك الزمان بان علي وصي وان مقتضى ذلك او يلزم من ذلك رفض ابي بكر وعمر اذا كان هناك رافضة كان هناك رافضة بعض الناس يسألون مخالفين يسألون مساكين جهلا يقولون هل كان في زمان رسول الله شيعة هل كان في زمان رسول الله رافضة ما يدرون نعم رواياتهم تذكر في زمان رسول الله كان هناك شيعة رواياتهم تذكر أعلامهم ينصون على ذلك الفخر الرازي وغير الفخر الرازي يقولون كان هناك جماعة من أصحاب رسول الله في زمانه يعرفون بأنهم شيعة علي منهم سلمان والمقداد وعمار وأبو ذر معروفين الشيعة من تأسيس النبي صلى الله عليه وآله هو يقول انتو راجعوا تفاسيرهم راجعوا تفسير القرطبي تفسير الطبري في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون يقول النبي صلى الله عليه وآله علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة علي وشيعة النبي يستخدم لفظ الشيعة النبي هو من أسس جماعة الشيعة قال اتبعوا هذا كونوا شيعة لعلي كان موجودين الشيعة في ذلك الزمان من يقول ما كان موجودين فعائشة في إزاء هذا الواقع هناك جبهة معارضة إسلامية شرعية ترفض هذا الانقلاب وما تمخض عنه انقلاب سقيفة بني ساعدة ترفضه تقول الخليفة الشريع علي بن أبي طالب ونحن ملتزمون بمشايعته أي باتباعه وموالاته إحنا منتزمين بهذا حسب ما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء كم من الحجج يحتجون بها في تثبيت شرعية موقفهم عائشة تجعل حجج في قبال تلك الحجج تختلق أحاديث يقولون إن علي وصي رسول الله عائشة تضع حديث تقول ما أوصى إليه فاضت نفسه بين سحري ونحري كان في حجري فمات بين سحري ونحري فمتى أوصى إليه هذا أمر ناقشناه في محاضرة مفصل ورددنا فيه على عائشة بل ورد عليها بعض أعلام المخالفين حتى من أبناء عائشة ردوا عليها قالوا لا لا يسعوها أن تنكر عليهم وصي رسول الله عليهم وصي رسول الله نعم ولكن وصيه في أهله في أهل بيته هكذا وهذا رددنا فيه عليهم بأنه لنفك إذا كان رسول الله أوصى لعلي بأن يتولى أمر أهل بيته فمن باب أولى يكون متوليا لأمر الأمة قضية واضح يقول الرافض في زمان عائشة أن الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وآله عازما على كتابته يوم الخميس كان سيوثق فيه كتبيا أن نص على خلافة وإمامة علي بن أبي طالب عليهم السلام فتجعل عائشة في قبال ذلك حديثا موضوعا فيه أن رسول الله إنما أراد في ذلك الكتاب أن ينص على عمر عفوا على أبي بكر وبعدنا ستجد قول عمر هكذا تقول فعائشة كاذبة مما يؤكد للباحث الحر المنصف أن عائشة كاذبة في هذه الأحاديث أنها من جملة تلك الأحاديث اختلقت حديثا واضح البطلان وواضح أنه موضوع وهذا حديث طويل عجيب وغريب شوفوا إخواني التفتوا معي الآن هناك كتاب اسمه الأحاديث المختارة سجلوه عندكم الأحاديث المختارة للضياء المقدسي أحد كبار أعلام أهل الخلاف اسم الكتاب كاملا هكذا الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا اسم الكتاب تأليف وتصنيف كتاب مطبوع للعلم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي حتى تعرف من هو هذا الرجل وما محله عند القوم آتيك بترجمته من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي يقول فيه الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي من الحنابل الإمام الحافظ القدوة المحقق المجود الحجة بقية السلف شون بقية السلف الصالحين العلماء الكبار هذا بقيتهم بقية السلف صاحب التصانيف والرحلة الواسعة مو أي واحد محقق مجود يفهم جيدا في الأحاديث هذا مصنف كتاب اسم الأحاديث المختارة التي لم يخرجها البخاري ومسلم وهي أحاديث أسنادها نظيفة إذا يكون عنده إشكال على بعض الأسناد على بعض الأحاديث يعلق على تلك الأحاديث وتعليقه يكون مهما هذا في كتابه الأحاديث المختارة أريدك تفتح عليه الحديث رقم 12 حديث طويل عريض ترجمة نانسي قنقر